طيب خلينا أقول لحضرتك لما طرحنا الموضوع كان أول كلام يعني أول تعليقات سمعتها من صنع المأساة وينهيها يعني البدأ اللي عمل المشكلة والأزمات الاقصادية اللي احنا فيها هي بعض السياسات الخطئة فبالتالي احنا عايزين تغيير وزاركة مش تعديل حضرتك شايف ده ازاي والرد عليه بقى ازاي وفكرة النشاط المكثف لدكتور مصطفى مدبولي ده يقول ان احنا خلاص هنعبر فوق الأزمات والمشاكل اللي حصلت ودخلين على مرحلة جديدة مع بعض ولا لا ده نهاية المطاف وهيكون في بدايات جديدة مع آخرين أنا بعتقد ان التغيير مرتبط بالسياسات بالدرجة الأولى وتغيير السياسات مرتبط كمان بفكرة جذب الاستثمار مش هيحصل جذب استثمار خارجي إلا لما يحصل ثقة عند المستثمر الداخلي المستثمر مصري الداخلي اللي مشاع بنا ده راجل أعمال فلاني برا مصر راجل أعمال فلاني بيشتغل برا مصر راجل أعمال فلاني فلوسه برا مصر راجل أعمال فلاني رايح في الدولة الفلانية والدولة الفلانية وميرداش يعمل حاجة في مصر الثقة المستثمرين الكبار ورجال الأعمال بتاع البزنس سكة رئيسية مش بيجي يدور القوانين بتعمل ايه والإجراءات بتعمل ايه بيشوف قوة المستثمرين الوطنيين اللي هم المصريين اللي بيشتغلوا كل مكان دول موجودين ويشتغلوا جوه البلد قبل بره البلد ومرتحين بالأرقام الضخمة وحاسين ان فيه تيسيرات وتسهيلات ده نوع من السكة لان هو في الآخر بيهمه هو مش جاي عشان خاطر بيحب مصر هو مستثمر هو جاي يكسب دوله مش جاي يخصر تقيمة مالية متوقعة ان ترجع له أضعاف نتيجة المشروع الاستثماري اللي هيعمله فأنا بعتقد ان بقى فيه نوع من الخطوات لإعادة السكة للمستثمر المصري أولهم وخلينا أقول ان ده مش جاي قوي لسه على هوا الشارع هو تثبيت سعر الصف ده كمستثمر أنا كنت بشوف ناس مش عارفين يعملوا مؤيسات لحاجات عايزين يعملوها اللي مش عارف هو حسب على السودة ولا البيضة ولا ايه ومشاريع كتير وقفت بسبب كده بسبب كده وشركات كبيرة مش قليلا فده يمكن لسه الشارع مش حاسس قوي بالفرق ده لكن مع رجال الأعمال المستثمرين ده رقطة كانت فاصلة حقيقي ان انا بعارف انا بفتحه حاسب على ايه المواطن أصغر مواطن في الشارع لو كان لقى عشرة دولار كان بيتعامل معها على انها سلعة للتخزين مش عملة للاستهلك اتعاملوا مع الدولار على انه يخزن يخزنوا في البيض ده أنا بسمع اللي بيتمسكوا للايام دي يعني مبالغ كتفين حبطانها فين كل الفلوس دي الملايين دي ملايين دولارات اتعاملت معاك هسلعة زي اللي كنت لسه بتكلمك عليهم بعض التجار اللي بيخزنوا خطوط انتاج مثلا من السكر من الرز من الحاجات اللي بيستهلكها اللي بتستهلكها الأسرة المصرية كل يوم اتعاملنا مع الدولار بهذا الشكل لكن الدولار في الاخر ده عملة عملة للشرا عملة للشرا وللتبادل فطبعا أقوى قرار وصلنا له وعايز أقول لحضرتك احنا موصلناش لقرار تحرير سهر الصرف عشان الناس بتتخيل ان ده قرارك ممكن يتخذ كده انت لو ما كنتش مسبتها نفسك اقتصاديا ومسبتها البورصة المصرية وعندك نوع من الكفاية في العملات الأجنبية ما كنتش تقدر يتخذي هذا القرار لانه القرار ده هيرتبط ان انت كمستثمرة او انا كصاحب مصنع او واحد تاني كمستورد لما يروح بكرة يعمل اي تعاقد ويطلب تحويل من البنك يلاقي فلوس يحولها فلو ما كانتش السيولة دي موجودة لدى البنك ومؤمن ومؤمن على المدى الطويل صحيح مش هيشتغل لشهور طويلة ما كانش يعرف ياخد الإجراءات ده فالقرار ده قرار بعد دراسات وبعد مجهود وبعد إجراءات وبعد حاجات تتعملت على مدار شهور بس المهم ان احنا نستمر فيه وما نرجعش لانه طبعا اللي كان بيخزن الدولار واللي كان بيبيعه واللي كان بيتمع عملة مش هيستسلم بسهولة لانه لما جيش ترى في وقت ملاقوات في السوق السوداء شارع على ستين شارع على ستين في ناس شارع على ستين والدو ده اللي هو قاله ده هيعلى أكتر هيوصل ميت جنيه وآشعه في المجتمع ان هو هيوصل ميت جنيه بعد شهر رمضان وترطب على ده ان الناس كتير برضو خزنت وشالت وترطب على ده ان كانت تحويات المصريين اللي كانت بتتم عن طريق البنوك بقت تتم عن طريق أشخاص بقت سمك بره آه ففكرة تحرير سعر الصرف بقى كقرار بالقوة دي طبعا لصالح الاستثمار ولصالح المستثمرين وفي الآخر هيجي لصالح المواطن المصري أنا مستنيه بقى انه يجي لصالح المواطن هيجي بس هي المسألة مسألة وقت أكيد أكيد مهو مدام في حاجات متوفرة كده خلاص هو أدوية أنا كنت بعاني والمصانع مش عايزة تصنع آه طبعا يعني ده المواطن مأساة حقي انتي ده حطيه على جنب لكن كمان عندي كافة تانية قوية جدا البيروقراطية المصرية في الإجراءات اللي هي طاعوك أي حاجة هم بيعيشوها دلوقتي